موسيقى من حقيقكم مشاهدينا بهالحلقة الجديدة من نبض بيروت اللي مثل العادي رح نناقش فيها كل التطورات على الساحة المحلية من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية وكل المستجدات بيصرنا بهذه الحلقة تكون ضيفتنا الزميلة رندالة جبور منسقة اللجنة العالمية بالتيار الوطني الحر أهلا وسهلا فيك مرسي كتير لألك ريتا أهلا وسهلا فيكن خلينا نبلش من هلأ ورد خبر بحسب معلومات الو تيفين ووفد من التكتل يزور رئيس الحكومة نجيب مئاته مساءا ببيته نازلين تعطو الساء مصبعا نازلين نبيركلو بالأول يعني لا شك أنه لما يكون في عندك رئيس حكومة جديد وأنت تكتل نيابة وازن وأنت كتلة شعبية وازنة بلبنان ما فيك تقطع العلاقات وبالتالي هي من باب طبيعي جدا أنك تزور رئيس حكومة جديد أما مسألة الثقة فهي مشروطة بالبيانة الوزارة بما يتضمنه خاصة بالمواضيع الإصلاحية بموضوع التدقيق الجنائي بموضوع الكابيتل كونترول استرداد الأموال المحولة بموضوع حل جزء على الأليلة للأزمات خاصة المحروقات الكهرباء البنزين فبمجرد ما يتضمن هذا البيانة الوزارة ما نطمح إليه هنا سيعطي الثقة تكتل لبنان القوي أما إذا البيان فارغ من كل هذه الإصلاحات ومحاولة الإنقاذ الجدية فلن تكون هناك ثقة بس بعد تكون رابطينا بالبيانة الوزارة بوقت كانت كل المعلومات مع ولادة حكومة نجيب ميقاتي بتقول أنه في اتفاق منجز سابقا يتعلق بمنح الساقة ولولا هذا الاتفاق اللي هو كان ضمن باكج كبير أكيد مش هو كان العائق الوحيد ولكن ضمن الباكج اللي نعمل أنه لا الطيار الوطني الحر يمنح الثقة وبالتالي اليوم خصومكم بالسياسة عم بحطوا هذا الموقف شوي بإطار الشعبوية أنه عندكم وزارة بالحكومة وكمانا بتكون تعارضوا خلينا إليك ريتا أنه لم يكن هناك أي اتفاق بين الرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر قبل تشكيل الحكومة وهي ده أول زيارة اليوم يقوم بها التيار الوطني الحر للرئيس ميقاتي كان في زيارة وحيدة للوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر قبل ما يتكلف الرئيس ناجيب ميقاتي أو دغري عن تكليفه وطلب جبران باسيل أنه ما بقى حدا يتواصل معي شكله ونحن لن نعرقل سنكون داعمين أما بموضوع أنه صار فيه اتفاق مسبق فهو مثل العادة أولا ليقولوا أنه كل شيء بينطبخ تحت الطاولة بلبنان بينما التيار الوطني الحر فوق الطاولة وتحت الطاولة ذات الشيء بيتصرفوا بيحكي ثانيا لتحميل التيار الوطني الحر مسؤولية وثالثا لحتى إذا وقت عطينا السئة بمجلس النواب يقولوا شفتوا أنه متفقين already فليس هناك من اتفاق مسبق ولكن احتمال أعطاء الثقة كبيرة اليوم ليش لأنه الأخبار اللي عم تورد من لجنة صياغة البيان الوزاري تؤكد أنه فيه إصلاحات أساسية ستكون موجودة داخل هذا البيان مشان هيك نحن عم نقول أنه الموقف أقرب إلى أعطاء الثقة لأنه المعلومات عم تقول أنه البيان الوزاري رح يتضمن موضوع التدقيق الجنائي رح يتضمنه لأنه كيف معلومات يعني من ساعات وقبل إنجاز هذا البيان الوزاري وهلأ منحكي بتفاصيله كيف معلومات عم بتقول أنه فيه أكتر نجهة نظر حول الموضوع على الطاولة وفيه فريق عم بيقول ليش بدنا نفوت بتفاصيل تدقيق جنائي إعادة هيكلة مصارف ولا إصلاح قطاع مصري تجنبا لكل هالتفاصيل خلينا نحط عنوان عريض القيم بإصلاحات ونتوجه إلى صندوق النقد الدولي وبالتالي ما كان محسوم أنه مسألة التدقيق الجنائي باقي أنا على ما أعتقد أنه سترد مسألة التدقيق الجنائي في البيان الوزاري ولكن بكل الأحوال أن وردت بالشكل الواضح الصريح بمتن البيان الوزاري أو لم ترد وزراء المال بالتسلم والتسليم أعلنوا بوضوح أنه خلال أيام سيتم توقيع عقد شركة ألفاريز إن مارسال من قبل وزير المال وهذه خطة رئيس الجمهورية وقضية رئيس الجمهورية ومشروع رئيس الجمهورية أنا أرجح أن يكون البيان الوزاري متضمنا لمسألة التدقيق الجنائي وأن تكون هذه قضية أولى من بعد إذا بدك كل حملة الإنقاذ من الوضع الراهن يعني الإشياء اللي بتمس بالمواطنين مباشرة ولكن المعركة الكبرى الآتية هي معركة التدقيق الجنائي وحتى لو حاول البعض أن يعرقل أنه يماطل أنه يضيع وقت لحتى تخلص مسألة السرية المصرفية وإلى ما هناك هذه قضية مركزية والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية سيعملون من أجلها وستكون إنجازا لهذا العهد صح حيلة صار في اتفاق مسبق مع الرئيس نجيب مئاتي يتعلق بالتدقيق الجنائي فيه التزام من الرئيس مئاتي بهذا الموضوع لأنه هذه المعركة الأساسية لرئيس الجمهورية التزام فيها نجيب مئاتي أولا ثانيا تثقون بوزير المال الجديد اللي يعني المشهد شوي سريالي أنه هو بده يدقق بده يسمح يدقق بنتيجة أعماله هو بما أنه كان أحد أعمدة مصرف لبنان أولا الرئيس نجيب مئاتي يعرف أنه لن يستطيع الهروب من الإصلاحات وعلى رأسها التدقيق الجنائي وإذا ما كنا نثق فعليا بوزير المال كونه هو خيال رياض سلامة بمطرح من المطارح نثق بأنفسنا بأنه نضالنا سيعطي نتيجة يعني حتى لو أنت مش واسقة بالطرف الآخر على القليلة عندك سئة 50% من طرفك أنه أنت ستناضلين من أجل هذه القضية رح تضلك تقاتل كرمالة بالحكومة بمجلس النواب بالشارع زقتضى الأمر بالسياسة حيث يجب بالتالي على الأقل منطلقين من حالنا مشان هيك نقول أنه التدقيق الجنائي بده يسير مش لأنه متكلين على حدا أو وسئين بحدا أو معاولين على حدا ولكن حتى الآخرين حتى الأفريقاء الآخرين ما بقى فيهم يهربوا يعني اليوم هذه الحكومة هي حكومة ما قبل الانتخابات أولا ثانيا رئيس الحكومة بنفسه يعول على إنجازات بهذه الحكومة من أجل إذا بدك الشارع السنة والحفاظ على حيثية معينة بالشارع السنة والتمهيد لانتخابات نيابية أنا أعتقد أنه سيترشح لألة بالتالي ما عنده ترف الهروب من الإصلاحات خاصة أنه هذه الإصلاحات أيضا واردة بالمبادرة الفرنسية واردة بالشروط الدولية بشروط مصرف البنك الدولي صندوق النقد الدولي يعني ما بقى فيهم كتير يهربوا ممكن يحاولوا يزاربوا بمطارح معينة ولكن إمكانية الهروب باتت كتير ضيقة كونك قلت جملة لفتتنا قلت وزير المال هو خياله لرياض سلامي خلينا نحكي شوي بهذه الحكومة إلى أي مدى استاهلت 13 شهر بحكومة تصريف أعمال تتولد هذه الحكومة إلى أي مدى تستاهل سئة الكتل قبل أن نرجع نروح على سئة الناس اليوم طيار الوطني الحر في وجهتين نظر بمقاربة هذا الملف في وجهة نظر بتقول أنه خرج منتصرا من تأليف هذه الحكومة لأنه اللي كان عم يشتغل تعهد ميشيل عون يخلص من دون حكومة ونروح للفوضى فشل بس اليوم في وجهة نظر تانية بتجزئ زبدك على صعيد الملفات والعناوين الكبرى اللي فشل فيها التيار أولا عملته معركة على يوسف خليل وآخر شي يوسف خليل صار وزير المال شو اللي بيدفع التيار الوطني الحر يقبل بحكومة ويتجه قد يتجه إلى أعطاء السئة ويوسف خليل خيال رياض سلامي اللي عندكن مشكلة كبيرة انتوية وزير المال أولا بموضوع وزير المال هذا دليل ساطع على أن رئيس الجمهورية كان يتنازل وكان يسهل إلى أبعد الحدود مسألة تشكيل الحكومي يعني هيدا ما بتتوجه لنا بالاتهام إنما بتشيل عنها تهمة التعطيل والعرق لهذا أولا ثانيا تعرف أنه إذا بدك تعطي نوع من الغطاء السياسي لحتى تحصل هذه الحكومة على ثقة تعرف أنه الأفريقاء السياسيين بدون يكون قلن كلمة بالحقائب بالأسماء لحتى يتأمن هذا الغطاء من أجل أعطاء الثقة بمجلس النواب وهذه الحقيبة كانت محسومة لصالح أثناء الشيعي وتحديدا الرئيس نبيه بري فإذا عطلت هذا الاسم الذي هو اقترحه نبيه بري وكان مصرا عليه كنت بتوقفي الحكومة فأنت كنت أمام خيار هل لا نشكل حكومة أم نشكل حكومة أيهما أكثر ضررا بآخر سنة وشوي من العهد الأكثر ضررا أن تبقي بلا حكومة بعكس ما كمان البعض كان عم بيقول أنه رئيس الجمهورية عم بيضيع وقت لحتى يضل هو مترقس المجلس الدفاع الأعلى وما بعرف شو يعمل فهذه النظرية أنا قلت من القبل أنه هذه النظرية ساقطة وعهد رئيس الجمهورية يحتاج إلى حكومة تتحمل المسؤولية وتخفف العبق عن الرئاسة الأولى لما عندها صلاحيات تنفيذية بين إيديها لحتى تتحرك بالتالي أولا مسألة وزير المال بتشيل عنها تهمة العرقلة ثانيا مجبر أخاك لبطل بين خيارين يا بتتشكل حكومة فيها يوسف خليل يا ما بتتشكل حكومة فلا أنت كنت من المسهلين بمطرح معين ولكن هذا التسهيل مشروط بتوقيع اسمه عقد ألفاريز أند مارسال بالتالي إذا هن مصرين ماشي الحال ولكن هذا الإصرار بدوا يحملهم ويرتب عليهم مسؤوليات يجب أن يتحملوها رح يمضي؟ نحن بالمرصاد رح يمضي العقد لأنه يعني ما بعتقدوا بيعلون مبارح أنه رح يمضي وما يمضي ما بعتقد يعني بس لأنه في شغلة كلافة شوي بعض المراقبين على الساحة السياسية توقفوا عندها أنه وزير المال غازي وزني بحجة أنه في تأخير بترجمة العقد للغة العربية ما وقعوا فالبعض سأل أنه خير إن شاء الله في شيء أرناب لإحالة هيدا الملف للحكومة الجديدة ولا هالقد بسيطة فعلا مشكلة وطلع نقصق بحدا لك هي واحدة من الأشياء الأساسية اللي لازم ينشغل عليها بهالبلد هي إعادة الثقة ولكن حق الناس أنه ما توثق بسرعة لأنه مجربة كتير والتجربة وصلتنا لهون ولكن خليني أقول برجع بقالك فيه طرف على الأليلة عم بيقاتل ويناضل من أجل هذه المهمة واحد اثنين فيه بالتسلم والتسليم إعلان واضح مسجل بالصوت والصورة أنه العقد سيتوقع خلال يومين طيب منعطيهم أسبوع تحتى يوقعوا العقد والثلاثة لا مجال بعد اليوم للهروب من الإصلاحات التي هي شروط محلية وشروط دولية وأربعة هناك مشال عون لقصر بعبدة هذا بموضوع وزير المال بموضوع هل انتصرت تيار الوطن الحر أم لم ينتصر بتشكيل الحكومة أولا مثل ما قلنا أكيد تشكيل الحكومة هو أنفع للبنان من عدم تشكيل الحكومة ليش؟ لأنه بكل بساطة في سلطة تنفيذية قائمة بذاتها صارت هي بتتحمل مسؤولية يعني صار في حدا موجود عنده سلطة بين إيدي قادر يتحمل مسؤولية فهيدي أول شغلة شغلة تانية بهذه الحكومة نسفتي كل مشروع أو مؤامرة انهاء العهد قبل نهايته يعني هن كانوا بدون بضيعوا وقت العهد ما في حكومة أصيلة ما في سلطة تتحمل المسؤولية الانهيار بكمل العالم بتتشتم الرئيس ميشيل عون وتحمله المسؤولية هيدا كانت لعبة الرئيس سعد الحريري ومن خلفه بالطالة أنت عطلت التعطيل أي ذهبتي إلى نسف مؤامرة ثلاثة أنت ألغيت مشروع إعادة التركيبة إلى ما كانت عليه قبل 2008 أي من دون شراكة حقيقية للمسيحيين بالحكومة وركبة حكومة فيها ميثقية حقيقية فيها شراكة حقيقية فيها حق رئيس الجمهورية بمنائشة الحكومة بالتوقيع على الحكومة التوقيع المقرون بكلمة لأله داخل الحكومة بموضوع التشكيل بالتالي أنت منعتيهم أولا من استكمال 17 تشرين الذي يريد إنهاء هذا العهد وحصار هذا العهد ثانيا من إعادة البوصلة إلى قدم حقوق المسيحيين واعتبار رئيس الجمهورية خلال صحرة وهذا ما لم يسمح به الرئيس ميشيل عون الثلاثة شلت شوية تعبق عن رئيس الجمهورية اللي أصلا ما عنده صلاحية تنفيذية وحملتيها لجهة حقيقية تتحمل هذه المسؤولية وأربعة بعتقد أنه في وجوه جيد بهذه الحكومة في وجوه من الاختصاصيين وكل يلي حكوا عن الاختصاصيين ما سموا اختصاصيين قد ما سمى ميشيل عون اختصاصيين يعني لا الرئيس ميقاتي ولا الرئيس سعد الحريري ولا الرئيس نبيه بره واحدة منهم سمى اختصاصيين بالقدر الذي سمى فيه الرئيس ميشيل عون اختصاصيين وهذا دليل أيضا على أنه هو الذي التزم بالمبادرة الفرنسية وبروحية المبادرة الفرنسية ودليل ثانيا على أنه هو فعلا بده الناس مش تشتغل سياسة بقلب الحكومة إنما تشتغل تقنيات بس قيل أنه فيه معارك كبرى خسر الرئيس عون وخسر الطيار الوطني الحر داخل هذه الحكومة حكيت عن إيجابيات ولادة الحكومة بس من ناحية تانية حكينا عن معركة وزير المال فيه معركة المداورة وبفترة من الفترات كان الرئيس عون متمسك بالحصول على الداخلية على قاعدة أنه فيه مداورة بالوزارات وإذا لازم يكون فيه هذه المداورة وما فيه وزارة حكر على طائفة كمان هذه سقطت بقيت وزارة المال مع الشيعة وبقيت وزارة الداخلية مع السنة تالت معركة كبرى الرئيس عون طيلت هالسنتين من 17-20 لليوم كان عم يحكي أنه عم بيواجه منظومة نجبنا ابن هذه المنظومة نجيب مئات لترقص حكومة فيها كل الأفريقاء اللي هني عم يشكي منهم الرئيس عون للمنظومة قادرة هالحكومة فعلا تواكي بالرئيس عون ولا رح تكون عصب الدوليب لورا خلينا جاوبك بالعام بالأول رتا أنه لو كان متاحا لنا لرئيس الجمهورية وللتيار الوطني الحر أن يحققوا ما يريدون ما كان الوضع هيك بالبلد يعني لو نحنا بإيدنا أنه نحقق كل اللي منحلم فيه كان المشهد مختلف تماما ما تنسي أنه أنت ببلد بعده قائم على موضوع التوافقية بعده قائم على أنه السنة بده يكون مدعومة من السنة وبده يكون مسمى من أكبر كتلة سنية وبده يكون أخذ غطى دار الإفتاء وبده يكون رؤسة الحكومات السابقين هذه البدعة الجديدة بظهره ما تنسي أنه في عندك شركاء على هذه الطاولة هذه ليست حكومة يشكلها رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هذه حكومة يشكلها رئيس مكلف سنة بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مشان هيك ماذا قلنا بعد تشكيل الحكومة أكيد مش نموزاجية ولكن هي أفضل الممكن بهذه الحالة يعني كان فينا نحنا نعطل البلد ونخلص عهد ميشيل عون بلا حكومة بالمرة ونقول لهم لا نحنا ما كمان في شوية واقعية نحنا نشتغل بتوازن بين فعليا حملين قضية بدك تشتغلي لعمهلك يعني ما في قضية بتقدر ما معنا عصة سحرية لنحقق أولا ليس النظام نظاما رئاسيا ثانيا مش أنت الأكترية لا بمجلس الوزراء ولا بمجلس النواب فما فيك تحقق الأحلام الكبيرة اللي أنت أكيد أنا بقلك أنه لو كانت تيار الوطن الحر بييده يشكل هذه الحكومة يمكن ثلاثة رباعة كانت كانت مختلفة ولكن بهذا الظرف قبل بسنة ونص من انتهاء عهد الرئيس ميشيل عون بظل هذا الانهيار وهذه الهاوية اللي نحنا فيها هذا أفضل الممكن هلأ بتقولي لي نجيب ميقاتي نحن كتيار وطني حر لم نسمي نجيب ميقاتي ولكن نجيب ميقاتي بالواقعية السياسية ووفق الدستور حصل على الأكترية من سموه بمجلس النواب بالتالي خلاص صار أمر واقع هلأ القضاء فليأخذ مجرى إذا فيه ملفات معينة ولنعطي فرصة لما نبلش مثل بعض السلبيين الأناركيين أنه كدغرة يعني طلعت الحكومة من هون فجأة صار فيه ملفات ألف صفحة على كل وزير نحنا ما بحياتنا سامعين فيهم ما منعرف شي عنهم لا خيرهم ولا شرهم بلشوا تركيب ملفات بلشوا نبش بلشوا حفر وبلشت السلبية على السوشال ميديا يا جماعة نحن أمام فرصة أفضل الممكن بهذه الحالة ليش السلبية؟ ليش من أول نهار بدي ضلنا قوس؟ بالعاكس خليني أعطي فرصة خليني الناس تتنفسين لا هول الوزارة مش نجاربينهم مجاربين هذه المنظومة إيه؟ رأس الحكومة مجاربينهم ولكن هول الوجوه هن كانوا عم بيقولوا وجوه جديدة طيب ريتام نوين بدنا نجيب وجوه تانية؟ المجتمع المدني عنده وجوه تانية؟ هل يقبل بأنه يكون بهذه الحكومة؟ ولماذا لا يقبل هنا السؤال الأخطر بالنسبة للمجتمع المدني؟ يعني بيتغطوا أنه هن ما ما بدون إذا بديك يكونوا شركاء بهذه المنظومة ولكن بدون يترشعوا على الانتخابات النيابية طيب بالانتخابات النيابية رح يكونوا شركاء بمجلس النواب مع جزء من هذه المنظومة بتضعف شوي بتقوى شوي ولكن رح يكونوا شركاء معناته هن ما بدون يتحملوا مسئولية الفشل ما عنده وجوه مؤهلة أنه تكون داخل هذه الحكومة طيب عطوا فرصة أنا وزير الاقتصاد ما بعرفه ووزير الطاقة ما بعرفه طيب هاي أسماء ما منعرفها يعني مش مجربتها كشخص يمكن ينجحه ويمكن يفشله ولكن على الأقل مش ضروري من أول نهار نبلش نيأس الناس والسلبية خلينا نعطيه النفس أنه صار في حكومة في شي مني خلينا نعطيه النفس صغير للناس إن شاء الله تكون هالحكومة هيك على قدر التطلعات وأمال الناس فيها بفتكر هلأ كل الناس همّا خلاص يعني ما بقى حدا عم يحكي بانقاذ الناس همّا نوقف المسار الانحداري اللي اللي نزلنا فيه قلتي لي أنه أنتو أو رئيس الجمهورية قدم تنازلات بدليل اسم وزير المال بس اليوم نحكي كتير عن نيل رئيس الجمهورية الثلاث لمعطل داخل هذه الحكومة وأنه لأ في وجهة نظر تانية بتقول أنه نجيب مئاته هو اللي قدم تنازلات وأنه خرج عن طوع إذا بدك نادي رؤس الحكومات السابقين ومنه نهاضمين كتير مسألة تشكيل الحكومة لأنه الرئيس عون أخد الثلاث وبعرف طبعا أنه الرئيس نفي هذا الموضوع شو الحقيقة؟ الحقيقة أنه الناس زهت من كلمة التلت المعطل اللي هي شماعة استخدموا وطيلة الفترات وثبت أنها شماعة وأنه كان سعد الحريري كفيل بأنه يعطل 13 شهر تحت عنوان كاذب وخاطئ ومضلل تماما مثل كل السياسات اللي عم تنبنى بيروحوا بيعملوا حرب بيقولولك فيه سلاح ضمار شامل بعد 3 سنين بيعتزروا بقولولك سوريا ما كان فيه سلاح ضمار شامل بس أنه استعملناها حجة لنفوت بقولولك الحكومة معطلة لأنه فيه تلت معطل طيب عدوا لنا إياهن ها أولا ثانيا تلت المعطل اليوم شو بدنا فيه أصلا حيا الله جهة ما بتعوز تلت المعطل لعدة أسباب السبب الأول أنه كل الحكومة هي حكومة نجيب ميقاتي وحكومة ميشال عون بالشراكة كل الحكومة بغطاء الأفريقاء السياسيين والكل بيتحمل مسؤولية طيب هل نحن شكلنا الحكومة لنعطل بعضنا؟ هل الرئيس الجمهورية بده يستعمل تلت معطل لحكومة قدم كل التنازلات لحتى تتشكل لحتى نجرب نطلع من الانهيار؟ أنه إذا بدون يعملوا خطة كهرباء بده يعطلها تلت المعطل تبع رئيس الجمهورية؟ وإذا بدون يجيبوا الغاز بده يعطلها تلت المعطل؟ لا بس إذا بدون يعملوا مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة واحدة مثل ما البعض عم بيروج هذه ما بتحتاج للتلت للتعطيل؟ إذا بدك تطلعي مشروع قانون بده يروح على مجلس النواب فمعركتك بمجلس النواب مش بالحكومة مشروع القانون بيطلع من وزير بيروح على الحكومة حتى بدون يتوافقوا ولكن في روح على المجلس النواب المعركة هناك معركة مشاريع القوانين هنا تلت المعطل إنه شو؟ بدك تعطلة شو؟ ما فيك تعطلة يعني معركة تعطيل القوانين هي معركة بمجلس النواب فلا يحتاج رئيس الجمهورية إلى ثلث معطل ولكنه يحتاج إلى أكثر من ثلث معطل لحتى يمشي الحكومة أكثر من ثلث بين مزدوجين منشي الكلمة معطل هو يحتاج إلى أكثر من ثلث ليقدر يمشي المشاريع ويضغط بهؤلاء الوزراء لحتى يدروا يعملوا شيء على طاولة مجلس الوزراء لأنه رئيس الجمهورية يترأس ولكن ما عنده صوت بمجلس الوزراء وهي دخليات تكون واضحة هيدا واحد اثنين انت بحاجة للنص والنص زيد واحد لحتى تقدر تمرر مشاريع فانت أنا الهدف برأيي أبعد بكتير من ثلث معطل يعني إذا بعده أرقام لأننا لازم يكون مع رئيس الجمهورية أكثر من ثلث يعني بلا كلمة معطل ولكن بالمقابل رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى ثلث معطل لأنه ليس من سيعطل مشاريع بهذه الحكومة فأنت بدك صوت جوا تتمرر مشاريع مش لتعطل مشاريع يعني مقلوبة الخبرية واضح طالما ما فيها تلت معطل ليش ما ولدت حكومة سعد الحريرة لأنه سعد الحريرة وهيدا اللي كنا دايما عم نقوله لا يريد أن يشكل حكومة ولو كان سعد الحريرة بده يشكل حكومة كانت تشكلت حكومته ومثل ما تشكلت حكومة نجيب مقاتي تحجج بالتلت معطل تبين أنه ما فيه تلت معطل معناتها لو هو بده كانت ولدت هذه الحكومة تحججوا بعقد شي الداخلية شي العدل شي العدل والداخلية شي ما بعرف شو بوقت وكملت القصة مع نجيب مقاتي ولكن شفنا أنه لما صار فيه إرادة صار فيه تشكيل ثلاثة المانع الثالث وربما هو الأساسة السعودية السعودية وكنا دايما نقول أنه هي عندها فيتو على شخص سعد الحريري وشفنا هلأ فيه دعاوة فيه تصفي لشركاته يعني الغطاء السعودي لم يحصل عليه وهو ما كان حابب أنه يقدم ولا خطوة من دون غطاء سعودي اليوم الظرف الإقليمي والدولة كمان ما عنا مشكلة الفيتو السعودي أو على الأقل ما فيه إيكس من السعودية على نجيب مقاتي هلأ هو يطمح إلى انفتاح سعودي أكثر عليه إلى إشارات إيجابية سعودية أكثر عليه عم نحكي عن نجيب مقاتي نعم ولكن ما عطلت السعودية ما كانت حطة فيتو ونجيب مقاتي ما كان رابط حاله بضوء أخضر سعودي وإجاء العامل الأقليمي والدولة المساعد اللي هو إذا بدك اتفاق فرنسي إيراني بغطاء وضوء أخضر أمريكي مع كل هذه المتغيرات الأقليمية والدولية التي تعرف الولايات المتحدة جيداً أنها ليست لصالحها وأنه كل سياساتها عم تنقلب عليها فقررت تمشي بالعكس تعمل سياسة مختلفة اسمها سياسة الليونة تجاه مناطقنا أنه بدل ما يوقع كل البلد بقيد حزب الله وراحوا جابوا جابوا البواخر وقعد شوية ما منعرف شو بدون يجيبوا فيعني بعتقد الأمريكان تحسسوا من خطر سياستهم على حالهم قبل على غيرهم فقرروا أنه لا يتعاطوا أكتر بلين خاصة مع موضوع أفغانستان وشفنا كيف بلش التمشي بس هذا العام الحطيت لي بالآخر بوقت كتير سمعنا تحليلات ونظريات أنه لا الشي الوحيد اللي أدى إلى ولادة هذه الحكومة هو العامل الخارجي واتصال رئيسي بماكرون خلاص بس نحلت بين إيران وفرنسا وصار فيه ضوء أخضر أمريكا ولدت هذه الحكومة وبالتالي كانت كل المعارك الداخلية اللي عم بتصير هي معارك وهمية لأنه القرار بالخارج أنا أنا كنت دايما نقول مع سعد الحريري أنه فيه الفيتو السعودة والظروف الأقليمية والدولية وهو لا يريد التشكيل ولكن مع نجيب ميقاتي كان فيه عاملين كان فيه عامل داخلي وكان فيه عامل خارجي العامل الداخلي الذي سهل هو إرادة نجيب ميقاتي ورغبة نجيب ميقاتي بالتشكيل على رغم أنه كان كتير محكوم بسقف رؤساء الحكومات السابقين فكان فيه عامل أنه فيه إرادة عند الرئيس المكلف منه خايف منه منه مش حابب منه ما عنده رغبة لكن جيب بده يشكل ساعده الظرف الأقليمي والدولي يعني إذا أنت ما بديك وإجا ظرف أقليمي ودولي مني ما بتستفيد منه ولكن إذا أنت بديك يعني تحتى كمان ما نكون غير سياديين ونتخلى عن سيدتنا بالكامل بالتحليل مش منيحة لألنا كبلد نقول فقط من الخارج تشكلت الحكومة لا كان ميشيل عون عم بيسهل ويريد الحكومة كان نجيب ميقاتي يريد الحكومة وعنده رغبة وأطى العامل الأقليمي والدولي ليساعد بي إذا بديك امتزجوا الرغبة والإرادة الداخلية بتسهيل وليونة خارجية ساهمت بي أنه تشكلت هذه الحكومة مصطفى علوش نائب رئيس طيار المستقبل بيقول بالساعات الماضية أنه يبدو نحفظ مستقبل جبران بيسي للسياسة أخذ هذه الضمانة مشان هيك تم الإفراج عن هذه الحكومة أولاً إذا بتراجع ما كان يقوله مصطفى علوش بتلاقي أنه بعد ثلاثة أيام الوقائع أثبتت عكس كلامه يعني ولا مرة ليس مرجعية يعتد بها مصطفى علوش واحد اثنين جبران باسيل مش ناطر مصطفى علوش لا يضمن مستقبله السياسة ولا ناطر أي شيء بالداخل لا يضمن مستقبله السياسة مستقبل جبران باسيل وميشالعون والتيار الوطني الحر هن الناس المؤمنين بقضية الناس أصحاب التاريخ النظيف الناس أصحاب النضال الناس عم بيطلعوا إلى لبنان أحلى يعني هيدا هي ضمانة مستقبل جبران باسيل جبران باسيل يعني هلأ إذا بتقعد مع ناس كانوا من المقربين المترددين يعني بيحبوا التيار ولكن بيقولوا لك خلينا بعاد اليوم التفوا أكثر حول تيار الوطني الحر وجبران باسيل وخاصة بعد كل حملات الظلم والافتراء يعني سعب يقولولك أنه هو منتهي مستقبله سعب يقولولك أنه هو إيده وينما كان ولأنه حط إيده طلعت هيدا النتيجة فليقرروا فليقرروا إما جبران باسيل هو كتير كبير ومهم وعظيم وهلأد له تأثير على السياسة فليقروا ويعترفوا وإما هو ما عنده مستقبل ويتلاشى ويضمحل ويضعف وفليش هلأد معلقين عليه وليش هلأد عطينه هن أهمية إنه جبران باسيل بذكائه بشعبه بناسه بأصحاب القضية بأصحاب التاريخ النضالي يبقى ومش ما حدا تاني بقرره نحن لما بنحكي عن مستقبل سياسي رندلا عم نحكي عن جبران باسيل اللي عليه عقوبات أمريكية وهيدي طبعا منا تفصيل بالحياة السياسية لأي شخص بيتعطى الشأن العام وعنده تموح سياسي مشان هيك خصوم وقالوا كون الرجل عنده عليه هايدي العقوبات شو الطريقة الوحيدة تيخلي الأمريكان يرجعوا يحكوا معه ويفاوضوا ويرجع يحفظ لحاله ما كان بعطل تشكيل الحكومة هن لنا أشهر نسمع بهيد النظرية يعني ما عم بكشوف سر يعني أول شي ما بعرف إنه العقوبات الأمريكية مين عطلت يعني هلأ إذا بدي أعطي أمثلة بدون يسجلوه علي ولكن أولا جبران باسيل يحترم ويريد علاقات جيدة مع الغرب ومع الشرق حيث مصلحة لبنان تكون بيكون جبران باسيل ثانيا هو أعلن أكتر من مرة إنه العقوبات ما بتأثر عليه والدليل إنه لا نكفأ ولا راح ترجل الأمريكان إنه شيله عقوبات ولا عمل أي شي بالعكس موقفه السياسي حلفاء ما غير شي يعني بهذه الفترة ما بعض العقوبات خلينا أقولك إنه ناشطة العلاقة مع حزب الله واللجان المشتركة عم تشتغل يعني لو هو خايف من هذه العقوبات وهذه العقوبات تلغي مساره السياسي أو لو هو غير سيادة ويفكر بهذه الطريقة ما في أهوان منه تعمل تابع لفريق معين أو لدولة معينة ولكن جبران باسيل ليس تابعا وهو عنده شخصيته وعنده شعب وبرجع بقلك أنت عم تحكيين بالسياسي بس أنا عم بقلك هذا رئيس تيار وطني حر فيه خمسين ألف بطاقة ومئات ألاف المؤيدين لا العقوبات بتأثر عليه ولا زبزبات الإعلام بأسره عليه ولا الشيطان كل محاولات الشيطانية من سنتين لليوم شو عملت بجبران باسيل طيب ما العقوبات صار عمرها شهور طحيه محاولات الشيطانية صار عمرها سنتين سنتين على الأد يعني هلأ رح نحتفل بالسنوية الثانية لشيطانة جبران باسيل طيب ما أثروا عليه ما أثروا على شعبيته ما أثروا على حضوره السياسة ما قاعد بالزاوية وما بقى يعمل شي بالعكس ما هو حاضر وموجود بس شوية شوية مغالاة هذه النظرة رندلة إنه كيف يعني ما أثروا بشي كل شي صار على جبران باسيل هلأ نقشنا بموضوع العقوبات رح حطها على جنب بس جبران باسيل اللي ما كانت تتشكل حكومة من دون وجوده داخل هذه الحكومة جبران باسيل وثنائية جبران باسيل وصعد الحريري هيدا شهر العصل اللي بقينا فيه سنوات ببداية هيدا العهد كيف ما أثرت يعني طيب ما هلأ كنا عم نقول إنه لأنه جبران باسيل فت بالاتفاق تشكلت الحكومة هلأ صنع منقول مشكل حكومة ولأ وبلا جبران باسيل وجبران باسيل جبران باسيل أخذ موقف مثل أي فريق سياسي أو رجل سياسي اعتبر أنه بهذا الظرف يفضل أنه يكون عامل مسهل لتشكيل الحكومة من دون أن يكون عنصر مشارك وقد أعلن بوضوح نحن ندعم هذه الحكومة حيث تكون عم تشتغل للإنقاذ وللإصلاح ونحن رح نكون معارضة شرسة بوجه هذه الحكومة لما تكون عم تخبس بمكان معين أو مش عم بتساعد الناس أو مش عم تتحمل مسؤوليتها طيب أخذ موقف هذا موقف سياسي هذا موقف لأنه لأنه الخصوم بنية على هذا الموقف تقولوا جبران باسيل عم تشتغل للإنتخابات يعني بيشكل حكومة أو بيكون رئيس الجمهورية بمجرد ما يوقع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل هذه الحكومة مفترض على الأقل التيار السياسي اللي خرج منه الرئيس عون واللي هو الداعم الأول للرئيس عون يعني هو بلان وموافق ومبارك هذه الحكومة فما فيك أنت تباركيها بمطرح وترجع تقولي ممكن إمنح الساقة ممكن لا بعرضها على القطعة وبأيدها على القطعة أعلو أنه الرجل عم يشتغل على الانتخابات أول شي منى مسألة أيديولوجية لحتى تقولي أنا بأيد بالمطلق أو بعارض بالمطلق ليش نحنا ما فينا نقول نحنا منوافق على هذه الخطة وما منوافق على هذه الخطة هيدا الأنون منيح وهيدا الأنون مش منيح بالعكس هذا نوع من الديمقراطية أولا ثانيا من المعارضة البنائة إذا كانت موجودة يعني أنت لما تأيد كل شي على العم يانة وبالمطلق لا معناتها أنت ما عندك أفكارك ما عندك رؤيتك للأمور الاقتصادية والسياسية يعني إذا طلعوا قالوا لك نحنا بدنا نظل مستمرين بالاقتصاد الريعي بتقولي إيه لأنه أنا والله إيه لأنه أنا بدأ أيد حكومة مقاتي لا نحنا مع الاقتصاد المنتج لما يعملوا اقتصاد منتج منزقف لهم إذا بقوا بالاقتصاد الريعي منقول لهم يا جميع نحنا مش موافقين على هالسياسة وتذهبين إلى المعارضة البنائة هيدا صاحب المشروع هيك بيكون لما بدك تعارضة بالمطلق مثل جماعة ما يسمى بالثورة هذه معارضة بالمطلق نحنا دغري من سب لأربعة وعشرين وزير دغري من شايتنا الأربعة وعشرين وزير دغري أنه هيدا فاشلة وسيئة ومش منيحة لا ما فيك تعمل هيك لأنه هذه معارضة مدمرة هذه معارضة هدامة وبذات الوقت ما فيك تقولي بالمطلق أنا دايبة بحكومة نجيب مقاتي ورايحة فيها يعني ولو غلطت أنا بدي أنغرم فيها وحبها وظلم أيدتها لا السياسة فيها فيها رؤية فمشان هيك أنك تكون موالية بالمطلق هيدا شي سيء بالعكس لازم تنتقدي حيث يجب أن تنتقدي ولازم تقولي برافو وتزقف مطرح ما لازم يكون في عظيم يعني ناطرين الأفعال تتحكموا على هيدا الحكومة في عنديك أول مرحلة هي البيانة المزارية ما هذا بني بلش فيها وتاني مرحلة هي هلأ بالنسبة ريتها لموضوع الانتخابات أنه بس جبران باسيل يعني عم بيشتغل للانتخابات مش كل الأفريقاء بلبنان بمن فيهم اللي عم ينتقدوا الأحزاب السياسية والسياسيين جامعة المجتمع المدني وجامعة 17 تشري مش كلهم راكدين راكد على الانتخابات اللي قاءت مع السفيرة الأمريكية والتحضير من هلأ للانتخابات ومحاولات جمع بمنظومة واحدة ليقدروا يجيبوا يجيبوا رأم معين من النواب هيدا مش راكد على الانتخابات الملايين اللي عم تنصرف من الخارج من أجل الانتخابات النيابية هيدا شو مش راكد على الانتخابات في ملايين عم تصرف اليوم كتير وهلأ بدنا نشوف الملايين إضافية بآخر أربع خمسة شهور من ما قبل الانتخابات ملايين بهدف شو؟ ملايين بهدف تقلب الأكترية يعني النيابية يعني هلأ هنه بيعرفوا أنه من الصعب أنه تقلب صورة مجلس النواب فؤاني تحتاني مع أنه نحنا مع التغيير رتا ومع ضخ دم جديد بمجلس النواب ولكن أنه كل واحد يدعي أنه الآخر عم يشتغل للانتخابات وهو منزه وما بده شي غير يبني الوطن وهو كل نهار بيظل يخبط بهالوطن لا معلاش نحنا فريق سياسة بدنا نشتغل للانتخابات أكيد أنا برح نحكي أكيد بملف الانتخابات لوحده لأنه أصلا يبدو يعني منافسكم الأول على الساحة القوات اللبنانية بعدت أكتر من الانتخابات النيابية فتح سمي جعجع معركة الرئاسة بس تدلني معك شوي بموضوع الحكومي وبما أنه رح تحكمه على الأفعال وناطرين يبت أيده يبت رفضه بحسب ما يتسرب عن مسودة هالبيانة الوزاري الشهير لأنهت اللجنة الوزارية اليوم البحث فيه بكرة مفترض يقرب بعبد الأسبوع المقبل الساقة بمجلس النواب بحسب الترتيب متل ما هو مبين يبدو أنه الحكومة ملتزمة باستقناف المفاوضات مع صندوق النقد طبعا هذا الشيء معروف معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على قلية لإعادة هيكلة الدائن العام كمانا هيدا مش مفاجأة وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي هون بدنا نتوقف عنده هيدا الجملة لأنه الرئيس عون إذا مني غلطاني بأول جلسة وزارية حكي عن خطة التعافي المالي لحكومة الرئيس حسان دياب وأوحى وكأنه بده أنه تكون منطلق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولة إجت اللجنة الوزرية اليوم عم تحكي عن تصحيح وضع القطاع المصرفي حكومة حسان دياب كانت عم تحكي عن هيكلة القطاع المصرفي وهيدا اختلاف جوهرة بالنظرة للموضوع حتى أنه البعض قال أنه هيدا اللجنة الوزرية وهيدا الحكومة إثبات إضافة على أن حكومة مصرف لبنان هلأ صحيح صار فيه داخل اللجنة الوزرية إذا بديك نوع من سجال صغير أنه هل نقول إعادة هيكلة أم نقول تصحيح وضع أو إصلاح موضوع القطاع المصرفي هلأ أنه هي حكومة المصرف كمان بدنا نحكم على أعمالها بعدين هلأ المشكلة والشي باللغة العربية أنه اللغة العربية مطاطة وبديك تطردل كله ما تفوت بمشكل من أول الطريق بتلاقي صياغات هلأ بعدين بالتنفيذ شو بتعمله هيدا بتجي تباعا يعني حتى بموضوع حتى بموضوع مقاومة العدو الإسرائيلي صحيح يعني بيلاقوا لتخريج اللي مع حزب الله واللي ضد حزب الله بي كله الرعب بيطلع تركب يعني هيك فدايما البيانات الوزرية نحن نتمنى أن تكون واضحة ومحددة الأهداف ولكن هلأ هيدا الحكومة بعدا بلش جديد ما فيها تاخد كتير وقت للبيان الوزاري لحتى يقدروا يقلعوا بوزاراتهم ممكن يغيروا كلمة من هون حتى يرضوا الجميع على الطاولة وما يعملوا إشكالية بالأول ولكن خلينا نشوف تباعا أنا برأيي رايحين إلى مكان آخر بموضوع المال والاقتصاد والمصاري ما تنعى بهالشي رندلا يعني فعلا معولة على حكومة رأسها نجيب مئاتي وفيها كل هالوزراء اللي شو بدي بالملفات واللي نحكها عنه لأنه يعني الوزراء نفسه نفيه هيدا الموضوع بس يعني في بعض الشخصيات بهالحكومة إنه هاي الشخصيات اللي ده تعملنا اقتصاد منتج هلأ كمان ما فينا نحكم على كل الوزراء وما بعتقد أنه كل الوزراء هنه وزراء المنظومة بين مزدوجين لا في وزراء عندهم شغلين بشركات خاصة عندهم رؤية ونظرة اقتصادية معينة ممكن يكونوا مؤثرين داخل الحكومة فخلينا منحكم بكير على هذه الحكومة ولكن عم بقلك أنه هو مجرد تجنب خلاف لألا تنفجر هذه الحكومة من اليوم الأول من البيان الوزارة البيان الوزارة دايماً بلبنان كان الوضع مستقر أو الوضع غير مستقر إذا بتراجع البيانات الوزارية بتلاقي أنه بالتركيبة الكلمية تبعها في نوع من المرونة الزيدة لحتى ما يفجروا هذه الحكومة من الأول ولكن بصيداً ما بيعني أنه بزور التفجير مننا موجودة أنا ما بدي أكون سلبية بس أنا عم بطرح عليك كل الأسئلة اللي ممكن تحترع بالك ما حدا عنده مصلحة ما حدا عنده مصلحة تتفجر ولكن بدوني يلاقي طرقات توصل لهدف من دون ما يكون فيه كتير ألغام فأنا برأيي رايحين إلى برجع بقلك إلى نمط مالي اقتصادي مصرفي مختلف بلبنان وسيكون أفضل وواقعي أكثر لأنه نحنا كنا عايشين بواقع مزيف بالموضوع المالي والمصرفي يعني لا هيدكن الحقيقة ولا اليوم هو الحقيقة الحقيقة هي بين الاثنين هي لا الانهيار وسعر الصرف اللي ساعة بيطير أربع تلاف ساعة بينزل خمس تلاف ده مش صحة ومش طبيعي ولا لألف وخمسة كان صحة وطبيعي وبذات الوقت أنه الرؤى الاقتصادية هي متنوعة ومختلفة ولكن فيه قناعة عند الجميع أنه ما ضربته أو ما ضربته السياسة الحريرية بموضوع الاقتصاد يعني القطاعات الانتاجية لا هيد بديك ترجعي تعمريها يعني مرات الضمار وقته يجي بيمنعك أنك ترجعي تبني على القديم مجبورة تبني على الجديد هيدا اللي نحن اليوم رح نعيشه هلأ بتقوليلي مثلا فيه قرارات طيب بتضطر توصلي له وبذات الوقت منها شعبية واللي قبله كان مضر وهي كمان مضر مثل موضوع الدعم مثلا يعني موضوع الدعم هو دوامة موضوع الدعم مثل ما كان كان موضوع مضر للاقتصاد اللبناني واليوم لما تشيليه فجأة وتحمل المواطنين مع ارتفاع سعر الصرف كل هالحجم إذا بديك الاهتراء الاقتصادي والوجع المالي الناس ما بقى معا وعم تشيليه لها الدعم بهيدا الوقت الحساس هذا ما كان يحذر منه الرئيس ميشيل عون من التسعينات عم بيحكي بتمينة وتسعين حكي أنه يا جماعة ماشيين غلط ورايحين على انفجار ما بعد الانفجار ما بتأسسه على القديم لأنه القديم هو اللي أدى لهذا الانفجار وبعتقد الكل وعيين وناطجين كفاية أنه ما يرجع يعيدوا ذات الغلطة مرتين وإذا بدون يعيدوا ذات الغلطة مرتين رئيس الجمهورية موجود والتيال الوطن الحر موجود في عنا معارك بدنا نخوضها مش اليوم وبكرة رح نطلع بأجمل صورة للبنان ورح نطلع من جهنم على الجنة بنقلة واحدة لا في عنا مطهر بدنا نمرو فيه صح بس بعض المعارضين لهذه الحكومة بسمعهم واللي متابعين للشأن الاقتصادي بيقولوا أنه هذه الحكومة رح تعيش اللبنانيين بوهم شبيه بوهم الالف وخمسة تشكلت نزل الدولار شوي كنا بالعشرين ألف صرنا عم نحكي بالست عشر ألف هلأ أجو هالمليار وشوي من صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة كمان رح يساهموا بتبريد الجو رح نطلنا هيك من دون خطوات فعلية وجزرية بتتعلق بالاقتصاد بس هيك بوهم معين من هلأ للانتخابات هيك الكل بيربح بالانتخابات وعلى رأسنا جيب مئاتي أنه أنا هديت الوضع بس هو فعليا ما في شيء اسمه تهديت الوضع بدأ ترجع تنفجر هلأ أنا أكيد مني خبيرة اقتصادية ولكن ما أقوله بالسياسة على الأقل إذا بدأ ربط الاقتصاد بالسياسة على قد ما أنا بقدر حلل بالاقتصاد والسياسة ما بيقدروا يعطوا بنادول اليوم ما بيقدروا يعني هيدا اللعبة هي زيتا أنه ترجع تهدي الوضع ويرجع ينفجر بعد شوي ما بتزبط يعني مستحيل ورح تكون أنت عم تقوله بيربحوا الكل أنا بلك بيخسروا الكل وتنقلب على رأسهم جميعا وأولا هذه المنظومة اللي نحن عم نحاربها يعني بتضر هذه المنظومة وبتضر الشعب اللبناني وبتضر التيار الوطني الحر ما بقى تقدر تعطي مهدئات موضعية ولا قدر تعملي علاج جزري سريع أول شي في عنديك مراحل بعدين عم تقوله أنه عم يحكموا على هالحكومة لشو حطت رؤيتها الاقتصادية هالحكومة ما بدنا نشوف بدأ تمشي بخطة مثلا حسان دياب ولا لا بدأ تطبق ماكنزي ولا لا ماكنزي كانوا موافقين عليها وخبراء اقتصاديين أشيدوا كتير بخطة ماكنزي فأعطوها بس نفس لهذه الحكومة بس تحتى نشوف وجهتها الاقتصادية مزبوط بعدين قبل ما تفوتها بمعالجات جذرية للواقع الاقتصادي في عنديك بديك تلاقي حل لأزمة المحروقات بديك تلاقي حل لأزمة الكهرباء لأزمة البنزين لسعر الصرف للخبز الأفران المستشفيات الأدوية يعني في عنديك أزمات قبل ما تقولي بدي أغير جذريا وبنيويا طبيعة الاقتصاد اللي بده تغيير ولكن أقول هيدا الحكومة مش مسؤوليتها أنه تقلب كل المنظومة والنظام اليوم مسؤوليتها أنه تطلعنا من الهاوية والانهيار إذا عملت هول الناس رح تحس فيها لأنه الناس اليوم شو بده بتقولك شو ما كان اسمه الاقتصاد أنا بدي بنزين قادر عبي ما أنطر علم حتى خمس ساعات ما تطلف أعصابي إذا وصلت للربع لأنه مش عارفة إذا بقدر عبي أو ما عبي إذا بقدر صار معي طوارق أوصل على المستشفى أو ما أوصل إذا بقدر أوصل على شغلة أو لا العالم بده تجي الكهرباء لحتى يعني اليوم أنا ببعت أنه تابعونا نحنا على ما بخبرك كمس ساج أجاني إن شاء الله يكون عنا كهرباء لا نقدر نحضر فاليوم قبل ما نفوت بالعمق الاقتصادي المطلوب نتبهي بس أنت عندك هيدا حكومة مرحلية حكومة مهمة محددة اللي هي الإنقاذ من الوضع والبدء بالإصلاحات بدء الخروج من الهاوية وبدء الإصلاح ومكفحة سلفسر الإنقاذ وبعده رياض سلامة حاكم مصري في لبنان شو صحة اللي نحكى بخلال مفاوضات تشكيل الحكومة أن الرئيس عون كان يصر على الاتفاق على مصير حاكم مصري في لبنان ولكن يبدو أنه نجيب مئاته ما جرى بالموضوع شو مصير الحاكم رندلة هلأ إذا بقي الحاكم والحكومة لم تأخذ قرار جريء وشجاع وإذا التحقيقات الدولية ما كانت سريعة وأنهت رياض سلامة تلقائيا بسرعة يعني فيكون بقرار من الحكومة فيكون بنتائج تحقيقات هلأ بأكتر من أربع دول رح تدفعوا باتجاه القرار قبل ما نوصل لبرة كتيار وطني حر رح تدفعوا باتجاه اتخاذ قرار نحن من قبل نحن مع يعني بعد وما صير رياض سلامة ما تروح على الطاولة أكيد ما تروح على الطاولة لأنه يتحمل جزء كبير 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 من المسؤولية يعني ما فينا كمان أنه كل مرة بس المشكلة ما عمل لك المشكلة أنه معادي رح أسألك يا هن سريعين صحيح صار في مقايدة الزميل الأولى نصيف كتب اليوم أو مبارح يمكن بجريدة الأخبار أنه نشغل على نوع من مقايدة إزاحة حاكم مصري في لبنان من منصبه مقابل تعهد من رئيس الجمهورية أو فريق العهد أو اللي هو أنه ما يتم ملحقته قضائيا وبالتالي بيظهر هيك تلشارة من العجيب غير صحيح والكل يعلم أنه ميشيل عون ما بيعمل هيدا النوع من المقايدات هيدا أولا اتنين ما هي مفتوحة الملفات بحقه لرياض سلامة وإذا مش بلبنان برا ويعني هو إذا فيه واحد عنده شوية كرامة بينفتح ملف من هذا النوع بأعظم قضاءات العالم من السويسرا لفرنسا لبريطانيا يعني مفتوحة ملفات دسمة وتقيلة والصحف الفرنسية والإنجليزية عم تكتب عن الموضوع بشكل كتير كبير طيب فلنسأل كمان الصامتين بلبنان عن هذا الموضوع مثلا هلأ مقايدة لم تحصل ولكن هل ستأخذ الحكومة هذا القرار ما بعرف هل التحقيقات القضائية الدولية والمحلية تأخذ رياض سلامة إلى خارج حاكمية المصرف وإلى المحاسبة على الأخطاء ما بنعرف التدقيق الجنائي هل بيكون سريع لدرجة بس آخر احتمال هو أنه شو أنه بتخلص ولاية حاكم مصرف لبنان بعد سنة منها الآن فعننا سنة يا بيروح بشكل فرسي يا إما عنده سنة وما بعتقد أنه حدا رح يرجع يكون عنده الوقاحة بأنه يرجع يجدد أو يخلي حاكم مصرف لبنان بمنصبه فعننا هذه السنة بدنا نشوف أي واحدة من هل الاحتمالات بتصيب بس ماش حك لا عاملين لا معركة يعني هيك استنتجت من حديثك أو أنا غلطانة المعارك كتير كبيرة ريتها اليوم يعني أي معركة على أي معركة بديك تخوضة مشان هيك نحن عم نقول أنه الأولوية اليوم متعم لمعارك سياسية لأنه هاي المعركة صحيح لها خلفية مالية ولكن هي معركة سياسية بالآخر يعني بديك تشوفي إذا هي معركة رابحة أو خاسرة يعني كمان تحطي جهد ووقت على معركة سياسية قد تكون خاسرة وقد تعيد تقوية هذه المنظومة وإعادة إحياء وهي اليوم بلش تتهز يعني بالسياسة بديك تدرسي كمان النتيجة أنا في أخذ معركة شعبية وكتير حلوة وكتير بتساعدني ضرب واجهة هذه المنظومة وجهة نظر أنه لما بتضرب واجهة هالمنظومة اللي هي رياض سلامة هيدا يعني عملته إنجاز كبير هي أكيد أنه التيار الوطن الحر سيخوض هذا النوع من المعارك ولكن أنا اللي عم قوله اليوم إذا بتقولي للناس أنا أمنتلك احتياجاتك بس في شخص اسمه رياض سلامة بعده موجود أيها الأولوية بالنسبة لأله بس مش معناتها أنت عم تتخلي عن هذه المعركة لأنه أصلا معركة التيار الوطن الحر اليوم هو آلة بوضوح أنه في الأموال المحولة إلى الخارج طيب هيدا مين متورط فيها مين دعم غادعون الوحيد الفريق الوحيد أو الفريقين الوحيدين اللي دعموا غادعون في مجموعة المتحدون وفي طيار الوطن الحر هي الجرأت وكان إذا بدك جمهور هذه القضية هو نحنا ومتحدون بالتالي ما حدا يزيد علينا بهيدا الموضوع يعني ما نحنا اللي عم نوقف إلى جانب هذه التحقيقات نحنا اللي عم نعمل إذا بدك زنار حماية حول غادعون نحنا اللي عم نقول هو يتحمل المسؤوليات نحنا عم نقول رجعولنا الأموال المحولة من الخارج افتحوا هذا الملف نحنا اللي قدمنا إخبارات بهذا الموضوع إلى القضاء في أرقام وصلتنا مش أكيدين إذا مظبوطة أو لا لشخصيات يعني كمان تحتاج إلى تأكيد من القضاء وإلى تحقيق نحنا حطيناها بإيد القضاء فهيدا الموضوع صار عند القضاء وبالسياسة عند الحكومة يعني كمان ما يحملوا الناس طيار الوطن الحر أنه هو بدون يعمل كل شيء بالحياة والبقيين بس بدون يقوسوا على طيار الوطن الحر يعني طيار الوطن الحر ليس الحكومة اليوم ليس الأكثرية بمجلس النواب وليس القضاء ولكنه يخود هذه المعركة نعم يخود هذه المعركة لأنه فيها حقوق للناس بس أنه كمان يحملون لألنا مسؤولية إذا بقى رياض سلامة أو ما بقى رياض سلامة هذا فيه ظلم وتجنة اتفضلوا خودوا معنا هذه المعركة اتفضلوا سع دخلك وقت طلعت هذه التحقيقات الدولية وكتبت لوموند والصحف والمجلات العالمية عن هذا الموضوع فيش صوت من الداخل هؤلاء الإعلاميين الجهابزة اللي عم يدعوا أنه هن الشرف والتضحية والإعلام الشريف والحر والنزي فيش حدا منه نحكي عن رياض سلامة ولا كلهم عم يرقدوا يبايدولوا صورته وصفحته يعني ما كمان ما يحملوا الناس كل شيء للطيار الوطن الحر لو بييدوا الطيار الوطن الحر اللي كان لبنان مختلف عما هو عليه اليوم باصل كتبع جبران باسيل لو أنا حاكم البلد شلتك من زمان بس تنجع هلأ للملفات الأخرى بعد ما أنا أقل من عشر دقايق وبعد عندي ملفين بدي أحكي فيهم أحكيتي عن قصة رفع الدعم قصة مقصية المحروقات اللي كلنا عم نعيشها هالزل اليومي دخل حزب الله فات على الخط شو موقف طيار الوطن الحر اليوم من خطوة حزب الله بتأيده بتدعمه رح تستفيده من البنزين مثل مقرينة اليوم هيك نكتب بأسرار شمال ويمين بكذا محال إنه طيار الوطن الحر رح يستفيد من هالمحروقات البنزين والمزوط اللي جايين ورح كمان يكون عنده دور بتوزيع لتعزيز قاعدته الشعبية أول شي لما فريق يكون في أزمة طويلة عريضة بالبلد ويقلك أنا مستعد ساعد بهذا الحل الجزئي وعمل هذه المساعدة بطريقة إنه ما يورط الدولة اللبنانية أو ما يحملها مسؤوليات بسبو برجمو طيب ليش بقبل كل شي من وين ما كان إلا من حزب الله ومن إيران ليش ما يعني أنا مش مع إنه نكون مع جهة ضد جهة أنا مع إنه حيث مصلحة لبنان تكون نكمون يعني إذا مصلحتنا اليوم إذا شوي هالبواخر بتخفف من هيدا الأزمة ليش بدي إرجمها؟ ليش بدي سبها؟ لأنه قالوا خصوم حزب الله لأنه بدل ما يجب لنا بواخر لهون يجيبوا على سوريا ويوقف التهريب ونحنا الكمية بتكفينا أول شي هول اللي حكوا هيك هنه المخزنين واللي مغطين المهربين فإذا بدنا نحكي بهذا الموضوع معروف من أكتر ناس يعني هالباخرة الإيرانية اللي جاية تخيلة إنه فيها 300 مليون أو 3 مليون يعني قد ما مخزن تقريبا براهيم الصقر يعني هول اللي عم بيزيدوا بهذا الموضوع هنه مخزنين هنه محتكرين هنه مغطين المهربين إلى سوريا فما يحكوا بهذا الموضوع اثنين موضوع حزب الله إنه عم بيجرّب يساعد إذا ما قدر ساعد منهون عم بيجرّب يساعد منهون طيب وهذا شو عمل بالسياسة إجوا الأمريكان وقالوا لك نحنا منفتح الخط للغاز المصري من مصر على الأردن على سوريا معناتها فتحت باب بمكان معين يعني في عندك بالمباشر إنه فيه كمية إضافية من المزوت وقريبا من البنزين رح تفوت على الساحة طيب ليش بده إذا قادر أنا فوت هذه الكمية من دون ما اتعرض لعقوبات وإذا بدك بالعكس ردة الفعل الأمريكية كانت ليونة أكثر منه تشدد طيب معناتها ما ضرونة هولوا بالحرب وبدون يضربوها بنص البحر والحرب هياها وصلت وعبكرة بتوصل على لبنان على بعلبك طيب ما إذا مساهل الأمور وكل شي عم بقول أنا أنه وصل كمية إضافية إلى لبنان ليش بده أقول لا؟ ليش بده أقول لا؟ ملف العينة عم بقولك فتحت باب يعني هذه التراجع الأمريكي أو حتى بقانون قيصر يعني هي الأمريكان اللي حطوا قانون قيصر تراجعوا ولو قيدة أنملة بموضوع قانون قيصر هنه مش حتى بقولنا زيارة على سوريا شو بعد بدك أكتر؟ يعني أكتر يعني أجت الزيارة على سوريا ورحنا على الأردن ورجعت مشت بعض الاتفاقيات وصار في اتفاق على أمور كتيرة بتسهل لحياتي طيب إذا هايدي نتيجتها منيحة على اللبنانيين ليش بده أرفضها؟ كيف دي أصلك ملف العلاقة مع سوريا؟ من بعد هالزيارة لبعض بعضه مصر إنه لا هايدي شو سموها؟ تقنية حطوا لها طابع تقنية واضح لا أنه هي بالسياسة إلى أبعاد كبيرة وإلى أفق تانية بس اسمعنا نظرية كمان أحد المحللين السياسيين حكي فيها إنه حكومة ناجب ميقاتي قد تكون أخطر الحكومات على لبنان بناءً لكل هالمسار اللي وصل لهذه الحكومة قد تستجلب وصاية جديدة على لبنان وهون عم نحكي عن وصاية سورية ونفس التحليل بيقول أنه المحيطين بجبران باسيل عم بيأنعوا أنه هايدي لمصلحتك خسران خسران مش بقيلك إلا هايدي الوصاية تترجع تفرضك رئيس للجمهورية بعد عهد الرئيس عون بدي ردك على هايدي النظرية أول شيء في كل الملفات التي يمكن مناقشتها مع سوريا يمكن أن تكون ملفات تقنية يعني إذا بديك تقولي بدي رجع النازحين ما هي موضوع تقنية يعني إنت بديك تروح تفاوضي على شو على كيف بدي رجعون لوين بدي رجعون شو الألية كلها ملفات تقنية الاقتصاد ملف شو ملف تقنية هيدا أولاً ثانياً الباب إلى سوريا فتح أنا برأيه وحتى لو أخذ طابع تقنية بمراحل لاحقة ومن مصلحتنا ومن مصلحة سوريا أن تكون هذه العلاقة قائمة وجيدة لأنه هي متنفسنا لأنه عندنا ملفات كبيرة ما فينا نجاوز سوريا مثل ملف النازحين مثل ملف التجارة الاقتصاد المواد الأولية حتى بالدواء بالمحروقات بكل هذه الملفات فيكن عندك مصالح مع سوريا أما الحديث عن وصاية سورية فبعتقد اللي معودين على الوصاية هن اللي عم يحكوا هيك أول شي لا لبنان يقبل بعد اليوم بوصاية بكل أفريقاء وعلى رأسهم التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ولا سوريا بوارد اليوم تجي تعمل وصاية بلبنان وهي عندها بعد بدها تخلص الجيوب الإرهابية وبدها تشوف الموضوع التركي شو بدها تعمل فيه يعني حتى لو بيوم من الأيام خطر عبالة بعد حين ولكن هلأ سوريا عم تطلع من حرب بعدها مش خالصة عندها مرحلة إعادة إعمار عندها مرحلة تغيرات إقليمية ودولية وليش نبلش ينحك عن هالوصاية وربطها بالمستقبل السياسي لجبران باسيل ليش؟ أول شي ولا مرة رح يكون التيار الوطني الحر بمكان أو رابح بمكان بسبب تخليه عن سياديته هيدا محسومة يعني هيدا ما حدا يحكي فيها جبران باسيل ما بيقبل يعمل رئيس جمهورية عن يدية حدا يأما بيعمل رئيس جمهورية لبناني لبناني يأما ما بيعمل رئيس جمهورية ومش هيدا الطموح الأول لجبران باسيل ميشيل عون كان فيه يعمل بكتير مراحل رئيس جمهورية ولكن ما قبل يعمل رئيس جمهورية إلا من بعد ما كان لبنان حرا سيدا مستقلا فينسوا هذه الفكرة جبران باسيل ما بيجي رئيس جمهورية إلا عن يدية اللبنانيين وبإرادة لبنانية محضر اتنين سورية مش ما بدها تعمل وصاية هلأ بالعكس عم بيحكوا بأفضل العلاقات عم بيحكوا بالدعم عم بيحكوا بمساعدة بس العقلية اللي هنه أصلا كانوا كل عمرهم خاضعين للوصاية وعملين لحالهم هلأ سيديين هاو ده اللي بيحكوا عن وصاية سورية وعن احتلال إيراني هنه جماعة الفاندريزنج مع السعودية وأمريكا وكلها يعني من لفة لفيفهم قال قال فيه جبهة سيادية بس ما فوتوا فيها الطيار الوطني الحر يا جماعة لا جبهة سيادية بلبنان من دون الطيار الوطني الحر انتهى فما حدا يحكي بهيدا الموضوع لأنه غير واقعي غير حقيقي وهذا ليس نحن وسوريا مش هيدا هم اليوم صرت ما وصع على القوات اللبنانية كذا مرة هلأ بسياء هيدا لا هنه كلهم بتنطبئ عليهم هاي الموضوع هنه استعملوا قيمة فاندريزنج هنه استعملوا نطبئ على الكلمة يعني شوف التغريدات يعني فيه شخصيات لبنانية تحكينا بالسيادة يوم اي يوم لا مش من القوات اللبنانية يوم اي يوم لا تغريدة تبجيل بالسعودية يعني بس شوية هيك يعني يكونوا ديسنت شوي بالتعبير لا اكتار اكتار اكتارية بس أنا بدا اختم معك بدي اسألك عن القوات اللبنانية عن كلام سامير جعجع بذكرى شهداء القوات انه اريد قبطان وليس قرصان يعني تعبير ولهجة بفتكر مش كتير معتدين عليها بالتخاطب وتحديدا بين فريقين مسيحيين مفترض مش من زمان عملته وعخيك وكانت لا في انروز بينتكن فجأة صار اللي صار فتحت معركة الرئيسة مبكرا مع القوات هنه فتحينا من زمان القوات اللبنانية فتحينا من زمان انه عم يشتغلوا انه اذا فيه اذا بدك محظورات على سامير جعجع بالذات فيه البديل هو ستريدا جعجع هنه المعركة بالنسبة لقلون مفتوحة مفهمت اذا فيه محظورات على سامير جعجع تعمل ستريدا رئيس جمهورية بيشتغلوا على انه الاحتمالين يعني بس لانه بيعرفوا انه من الصعب انه سامير جعجع يوصل بيقولوا بركة الاحتمال اكبر للنائبة ستريدا جعجع هلا مش غلط الطموح وكل مرونة اللي حق يطمح انه يوصل الى رئاسة الجمهورية ما في مشكلة يخوضوا هذه المعركة بس مشكلة القوات اللبنانية انه كل رهناتها خاسرة يعني انا وقت يقولوا عم نخوض معركة الرئاسة بطمم بالي لانه بعرف انه ما رح يوصلوا لها لما يقولوا نحنا رح نجيب الاكترية بمجلس النواب طمم بالي لانه بعرف انه ما رح يحققوا الاكترية يعني اذا بتقري كل المواقف السياسية لقوات سامير جعجع بتشوفي انه النتيجة هي دائما العكس كل رهناتهم فاشلة ليه؟ لانه بيراهنوا ما بياخدوا خيار هدا مش خيار وطني سياسي مراهنين بينفزوا مشاريع معينة وما بيمشي الحال لانه هنه مش ادوات كتير قوية والخارج يبدو انه كمان عم بيحط مشاريع ومش عارف مين فيه بلبنان انه يقف بوجه هذه المشاريع فانا برأيي انه هلون حق يطمحوا بس انا بيستصعب انه تزبط معهم وانا كمان بقول انه حتى الوهم اللي عايشين فيه القوات اللبنانية لناحية شعبيتهم المتعاظمة والهيدا بقول لهم راجع حساباتكم باعتقد الارقام لن تكون كما تسوقون خلقا ننطر الانتخابات تنشوف حتى قبل الانتخابات تنشوف هيدا شي شو رح يصير فيه بس كونك عم تحكي عن القوات اللبنانية وانه كل معاركة برأيك هي معارك خاسرة معركة الحكومة كمان كانت من ضمن المعارك الخاسرة القوات اللبنانية اخدت من الاساس ارار انه هي مبدأ تشارك بهذه الحكومة حتى تريهان انتخابات نيابية مبكرة طبعا بعد فيه كم شهر للانتخابات النيابية بموعدة فمش حرزين الانتخابات النيابية المبكرة بس الى اي مدى تضررت القوات من مجرد تشكيل هذه الحكومة والى اي مدى كان رهانة انه لا يخلص العهد متلا يمكن متل طيار المستقبل من دون حكومة مزيد من الانفلات مزيد من الفوضى وهيد عهد ميشيل عون لك القوات اللبنانية متل مجموعة كبيرة بلبنان كانوا عم براهنوا انه بالالفان وتساطعش بسيريا اللي صار منحاصر سياسيا منوصل الى فوضى امنية تحت الضغط الامن بيتورط حزب الله وقتها يتورط حزب الله بتزيد النقمة وبينقضى عليه هيدا رهان كان خاسر يعني المشروع شو كان سبتعاش تشرين شو كانت المشروع الامريكي منخلف سبتعاش تشرين شو كان دخول القوات اللبنانية بشكل واضح وعلن الى سبتعاش تشرين شو كان يعني كلهم خاضوا هذا المشروع اللي هو بالاخر يندرج ضمن خطة بومبيو وضمن المشروع الدولة الاقليمة اللي كان يراد للبنان حطوا كلهم فاتوا بهذا المشروع هذا المشروع فشل لم يتحقق والدليل التراجع الامريكي اللي صاير اليوم تجاه لبنان وتجاه المنطقة بالتالي هيدا واحدة هلأ بيعملوا بذات الوقت شعبوية يعني انه شو قدمت حل او طرح جدة القوات اللبنانية شو قدمت؟ برات السلطة بشلتوني قدمت لا شغلتي كنت قدمت اذا انت معارضة بالنائة طيب انحنا كل عمرنا معارضة ولكن نطرح شعارات ليست شعبوية ولكن منحاول نصلى او منقول يا جماعة هيتلا نروح على هيدا الحل هيتلا نعمل هيك حتى وانت بالمعارضة ليش المعارضة هي بس كل النهار بدي ابكي ونقق وقوس على السلطة وسب وشيطن هيدا هي المعارضة؟ او المعارضة هي قيادة وهي مشروع وهي رؤية وهي طرح وهي حلول؟ ايه بتطرحي الازمات وبتقولي انه بتحذري وبتصوبي على المسؤولين اكيد ولكن كمان اذا ما بديك تكوني معارضة فقط شعبوية لتجيب الناس بتطرحي مشروع له معنا انا بديشكي كتير على هيدا الحلقة معك رندل جبور منصقة اللجنة المركزية للاعلام بالتيار الوطني شكرا لك مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء شكرا لك